اشتركوا في القناة 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 الذي يساعد الناس طبيعيا في الحفاظ على وزن صحي يهدف الى قتل الرغبة في تناول الوجبات السريعة عند حقن العلاج والفئران فقدت 5% من الدهون اللي في جسمها خلال 5 ايام على امل ان يكون المادة الكيميائية اللي اسمها اي سي بي بي تأثير بماثل لدى البشر خليوا يخلوني ان يجربون عليها ما في مشكلة هم يبونهم حين على الفئران يحتاجون بشر بنزير بنجرم وبخبركم النتيجة ان شاء الله وتعمل مادة المطورة على تغذية الخلايا النجمية التي تنقل الاختلافات في الاحماض الدهنية والدهون في الدم الى الخلايا العصبية في عملية هامة لمعالجة المعلومات وبفضل ذلك يمكن للدماغ ضبط استهلاك الطعام ونفقات الطاقة بهدف العلاج على النحافة ويستهدف العلاج منطقة ما تحت المهاد دائرة الجوع هي منطقة في الدماغ طبعا وهي مفتاح السيطرة على الشهية يعني هذه المادة اللي ميحقلونها في الفئران تروح لهذه منطقة في الدماغ هذه المنطقة مسؤولة عن السيطرة على الشهية البروفيسور تيري ألكور من جامعة مونتريال شو قال؟ قال كشفت فحوصات مختبر نيوترين نيورو عن الخلايا العصبية التي تقلل من تناور الطعام هالخلايا شو اسمها؟ اسمها POMC وهي على اتصال وثيق بالخلايا النجمية اللي تنتج البروتين ACBP في منطقة معينة من الدماغ تعد هالاتصال يعتبر ضرورة للتحكم في التغذية والتمثيل الغذائي وتحتوي على نوعين من الخلايا العصبية بوظائف متعارضة الكورب بعد قال تفسر الطفرات الوراثية ما بين 5 إلى 10% من حالة السمنة فقط 5 إلى 10% من حالات السمنة بسبب الطفر الوراثية التسعين باجة بارك الله فيكم معرفة من وانتي ومن بين هذه الحالات ترتبط نسبة كبيرة بالقطاع المسار العصب المعروف باسم مسار الميلانوكورتيني الميلانوكورتين وفي الفئران المعدل وراثيا لتكون بدينة لاحظنا ان حقناها يوميا بهالبروتين ACBP أدى إلى تقليل تناور الطعام وفقدان الوزن بحدود 5% على مدار 5 أيام وتبين أن اكتشاف الأسباب العصبية للسمنة يمكن أن يحارب أحد أكبر المشكلات الصحية في العالم ودخلت الدراسة التي نشرت في مجلة التحقيقات السريرية في مرحلة البحث الأساسية مع تنفيذ تجارب مخبرية على الفئران إنسان بارك الله فيكم شو تقول الدراسة تقول أولا أهم نقطة أنا بشدد عليها لأن أدري وائد من الناس بات شرحيون العيادات يقول دكتورة إحنا متان أو وزننا زايد بسبب الطفرة الوراثية الطفرة الوراثية فقط 5 إلى 10% فقط الباجي الأسباب أخرى كنا نعرفها ما بنناقشها فالدراسة هاي شو تقول فيه بروتين هذا البروتين مسؤول عن الشبع عشان نفهم لحد دراسة شو تقول الدراسة طويلة شوية هذا البروتين مسؤول عن إحساسنا بالشبع ويسيطر على شهيتنا لما يحقنون هذا البروتين فهذه الفئران اكتشفوا إن الفئران يستوي عندها تحكم أفضل في الشهية وبالأساس أي نوع من الشهية اللي يسمونها بالنجيزة الإمبالسب شو يعني إمبالسب يعني تعفوين ما تكونتوا ياسين وفجأة ولحظوا الدراسة كانت على وجبات السريعة ليش؟ الوجبات السريعة شو يستوي أنت تكون قاعد تحسن عنك يوعان فجأة تبقى شيء سريع تبقى الحين تاكل فتطلب أسرع شيء هي الوجبة السريعة لأنه تطلب يا دوب تطلب من أول نافذة توصل آخر نافذة الوجبة واصلة عندك فهذا يسمونها يعني أنت خلاص يا شيء بارك تبقى تاكله الحين الحين فهذا البروتين يساعد الناس في السيطرة على هذا النوع من الشهية الشهية تكون فجائية وتخيل واحد يلتهم أنا بقول يلتهم لأنه في مثل الحالات أنا أتوقع إحنا ما نقوم في وعينا 100% لو نتذكر عقب شو طلبنا ننصدم من كميات الأكل إحنا كناها في غير وعينا لأن إحنا تركنا العنان لعقلنا المركز الشهية هذا هو يتحكم وبالتالي نطلب أكثر نطلب أكبر بطاطا نطلب أكبر عصير بارد وثلج زيادة نطلب أكبر بيرجر ونزيد على الجبن ونزيد على كتشب ومايونيز نطلب واحد أشياء ممكن في الحالة الطبيعية لو إحنا شوي مثل يقول وقفنا شوي وفكرنا وحلنا الموضوع ما بنطلب كل هذا الأكل فهذا البروتين يتحكم في هذا النوع من الشهية وما يخفى علينا إن كثير من الناس وحنا منهم يعني هذا النوع من الأكل تراو الأكل هو سابر رئيسي في زيادة الوزن لما أنت تحس عمرك جائع جدا والحين تواكل أسرع شيء جدامك وهذا يؤدي طبعا الخربطة في البيت لما ناكل حلوات بكميات كبيرة هو ما يكون جوع حقيقي يكون جوع مستتر يخلينا ما نفكر في شو رح ناكل عكس الجوع اللي عادي تعافوننا مثلا أنت مثلا الحين مثلا نفكر شو بفطر يكون تفكير منطقي مثلا نفكر يقول مثلا بنسوي شربة بنسوي صلطة طبعا نحن صيام مجبورين وما ناكل شيء بس لو كان وقت فطر وحين نحن يعانى ممكن نقول شو عندكم في المكتب آه في حلاوة هاتو وممكن تأكلون كميات أكثر من المسموح بها فهالدراسة إن شاء الله إذا طبقت على البشر معني أنا ضد أي شيء يحقن يعني أننا لازم والله يحقنون بروتين عشان أتحكم بالشهية لازم أسوي عملية تصغير معدى عشان أتحكم في شهيتي أنا أقدر أتحكم بجسمي أفضل من أي عملية من أي بروتين من أي حقنة من أي بوتوكس من أي شيء ثاني نحن نستطيع أن نتحكم نحن نملك زمام المبادرة وزمام الأمور لما يلعقلنا وشهيتنا وطريقة أكلنا ونظام حياتنا ما أعتقد نحتاج بروتين لكن ممكن نساعد بعض الحالات المعينة إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل الحين ونكمل مشوار الحديث عن الطعام وكيف نستفيد من العادات الصحية في رمضان بعد الفاصل مع أخصائية التغذية فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم أرقام التواصل على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 ونواصل عزائي المستمعين أيام المباركة مع شهر رمضان الكريم وحديثنا عن الغذاء والتغذية والصيام والأنماط الصحية حتى نحفظ صحتنا ولياقتنا البدنية بشكل سليم دون الدخول في أي مشاكل بسبب الإفراط في نوع معين من الأكل أو الحرمان من غذاء ممكن يحتاجها الجسم عشان نتكلم عن هذه العادات الصحية في رمضان ضيفتنا اليوم إن شاء الله هي الأستاذة عايشة الحمادي أخصائي التغذية في إدارة التغذية السريرية فيها تصاحب البي بتكون معنا عن طريق الهاتف صباحة شوارد أستاذة عايشة صباح النور دكتورة أهلاً فيك ورمضان مبارك عليك وعلى الأسرة الكريمة علينا وعليكم إن شاء الله إن شاء الله أستاذة عايشة تحثينا عن شو هي العادات الصحية اللي ممكن لطافة العشر الأوائل من رمضان إنه يستفيد في تغيير لعادات صحية أكثر شو العادات الصحية الممكن الواحد أحين يكتسبها عشان يكم رمضان بصحة وسعادة هو يعتبر شهر رمضان فرصة للتحسين العادات الغذائية الغير صحية واللي يتأثر بشكل سلبي على صحتنا والالتزام بالعادات الغذائية الصحية راح أتكلم اليوم عن بعض العادات الأساسية لقضاء صيام صحي في رمضان وتستفر معنا إن شاء الله العقب رمضان ومنها أول شي شرب ثمان أكواب من الماء يوميا من الفطور للسحور والتعويض بالأطعمة الغنية بالماء لتجنب العطش والإنساق لأن خلال فترة الصوم وايد ينصون الماء لأنهم خلاص معتمدين على الأكل أكثر صح ثاني شي لازم يتناولون وجبات متنوعة ومتوازنة وما يرقصون على صف واحد بالأكل مثل العيش أو الخبز به والحرص على تناول نشويات بروتينات الخضروات والفواكه وأهمهم بشكل خاص لازم يحرصون على تناول الخضروات والسلطات في وجبات الفطور والسحور لأن فيها وايد من البتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتساعدنا في نفس الوقت في التغلب على الجوع في نهار رمضان ثالث شي لازم يجنبون تناول أطعمة دسمة والدهنية لأنها تعرض الجسم لعصر الهضم زيادة الوزن وغيرها المشاكل الصحية أيضا لازم يتأكدون من مضغط طعام جيدا وببطء خصوصا على الأفطار لتجنب سوء الهضم والمشاكل يتثوي من سوء الهضم ولازم يتعدون على أطعمة العالية بالملح والبهارات والتوابل خاصة في السحور لتجنبون العطش الشديد السادس نقطة لدينا هي الحرص على التقليل من مشروبات العالية بالكفايين مثل الشاي القهوال مشروبات الطاقة وتجنبها على السحور خاصة لأنها أيضا سبب جفاف الجسم والشعور بالعطش النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات للحصول على الراحة العقلية والبدنية الكافية لأن في رمضان أغلبهم ينامون ساعات أقل مما يسبب الشعور بالتعب في نهار رمضان ويؤدي إلى انتاجية أقل وأخيرا ما ننسى أهمية ممارسة الرياضة سواء كان ماشي أو أي نشاط بدني لمدة لا تقل عن نصفة عيوميا لما فيها من فوايد عظيمة للجسم والصحة العامة ممتاز أستاذ عايشة دائما الناس في رمضان مثلما قلت ما يشربوا ماء كافي يحسون أن الماء مثلما يقولون ما لا مكان يعني بوصل الأكل والعصايا شو الأكلات الغنية بالماء اللي ممكن واحد ياخذها يعني بالإضافة لشرب الماء طبعا ما في شيء يغناء عن شرب الماء لكن شو الأكلات ممكن دخلها مع الفطور أو بعد الفطور تساعد الجسم أنه يعوض جزء من الماء اللي فقده خلال الصيام هو إحنا دائما نحرص المراجعين ومستمعين أنه لازم يكون في وجبة الفطور الشربة لأن الشربة عالية بالسوائل نفس الوقت الخضروات والفواكة فيها نسبة كبيرة من السوائل خاصة مثلا الأخيار الطماط الفواكة منها مثلا الفراولة البطيخ هذين فيهم بحدود 90% وأكثر من الماء فلو يحطون هالوجبات بين الفطور والسحور راح إن شاء الله يعوضون السوائل الكافية ممتاز شو بالنسبة للفواكه في رمضان دائما الناس ما تعرف وين تحط الفواكه في رمضان فيه ناس تحط على صفرات الفطور فيه ناس ما تنساها نهائيا فمتى أفضل وقت نتناول الفواكه وإذا فيه عندك بعض النصائح يعني طبعا كل فواكه زينة لكن شو اللي تنصحين فيه ناس تسهلك أكثر من غير فرمضان من ناحية الفواكه هو تشوفي في رمضان الناس أكثر شوية معتمدين بس على الفطور والسحور وإحنا دائما ننصح ياخذوا وجبات صغيرة مقسمينها على طول اليوم من الفطور للسحور عشان أول شي ما يحسون بالتخمة ونفس الوقت يقدرون ياخذوا كل العناص الغذائية اللي لازم الجسم يحتاجها منها الفواكه الخضرة من الفواكه اللي ننصح فيها تقريبا مثل ما قلت البطيخ الشمام الفراولة هالأشياء تكون وايد عالية بالماء ممتاز والفواكه بشكل عام أصلا كلها تحتوي على ماء فوايض هوايد عالية ممتاز أستاذة عايشة بالنسبة للشرب الماء والعصار بشكل عام فرمضان تلاقين الصيام والشوية يكون الجوحار فتلاقين مشروبات هاي دائما تكون باردة يحطون فيها ثلج زيادة فدائما حين ننصح أن هذا غير صحي للمعدة ممكن تكلمين شوية أكثر عن هذه العادة الغذائية الغير صحية ونصح لأن إذا كنا طائنين طول اليوم على معدة صادية ونين نفطر مثلا ماي وايد بارد أو عصير وايد بارد هذا وايد رح يبطئ الهضم حتى المعدة رح تحس شوي بسوء الهضم فعشان تخلي يفترون أشياء وشي دافية منها الشوربة ويعقوا بيينتقلون حق العصائر وما تكون وايد باردة فلازم يعوضون بالفواكة تكون باردة هالأشياء أحسن من العصائر ممتاز في نصيحة أخيرة حابت شاركينا مع مستمعين أستاذة عائشة الحمادي أنصح المستمعين أنهم يستغلون شهر رمضان في تحسين العادات الغذائية وأن يستمرون فيها عقب شهر رمضان لأن أغلبيتهم تقريبا في شهر رمضان راح يتعدل إن شاء الله وايد من العادات الغذائية بس عقب رمضان خاصة أول أيام العيد الناس يرجعون على نفس العادات القديمة فلو يأخذون من هالعادات يستمرون عليها إن شاء الله راح نعيش بصحة بصحة عامة وتكون فوائد عظيمة للجسم إن شاء الله شكرا لك أستاذة عائشة الحمادي أخصائية التغذية في إداة التغذية السريرية فيها تصحبت بيها المداخلة عن العادات الصحية في رمضان شكرا لك حيبتيوا نهارة سعيد أنا أعرف شكرا مثل ما تفتوا أستاذة عائشة أخصائية التغذية عطتكم نصايح تمشي تقريبا مع النصايح اللي أعطيكم ياه كل يوم في صحة وسعادة ودائما نريد أن نقول التغيير مو صعب مو مستحيل أحلى نصح بها نفسنا أحيانا التغيير يعني لما نقول مثلا أنا متعود مثلا أنا أدخن أبسط يعني أكثر عادة أتوقع ممكن يستفيد منها نستفيد منها فرمضان وتخلص منها هي التدخين اللي قوح متعودين نصوم لا متعودين ندخن وصعب وكيف أهد التدخين دائما دائما لما تبقى تغير عادة في نفسك ابتدي أقنع نفسك أن الموضوع مو صعب ومو مستحيل هذه أول خطوة إذا صعبت الموضوع عن نفسك مهما إحنا حاولنا نقنعك أن الموضوع بسيط بيكون صعب عليكم تقبلونا ثاني شي عندنا الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية عيادات الإقلاع عن التدخين حق الناس اللي تبقى تقلع عن هذه العادة عندنا عيادات التغذية حق الناس اللي تبقى تحسن نمط حياتها أو محتارة كيف ممكن تأكل أكل رمضان طبعا لأن رمضان لأكل معين رياحة الأكل في رمضان رمضان حتى تتغير الأطباق التي تنحط ممكن ما نشوفها طول السنة بس تكون محطوطة على المائدة رمضان فما نبقى نحرم حد والناس ما تبقى تنحرم من هذه الوجبات اللذيذة اللي تحمل رائحة وعبق رمضان فأخصائت التغذية هي أفضل شخص ممكن يدليكم إنه كما فوض ناكل كم الموصبية من كل نوع ما رح تحرمكم من أي صنف لكن رح تعطيكم النصايح كم نقدر ناكل منها وصراحة مثل ما قالت أخصائيها عايشة عن الشربة والصلطة أنا عن نفسي كل يوم لازم شربة وصلطة ليش؟ لأن فكروا فيها لو نبتدي بالشربة طبعا تمر أو شي معروب بعدين شربة بعدين صلطة ليه متدخلون على قلب المائدة الوجبات اللذيذة الدسمة المقلاية السمبوسة والبكورة والهريس والثريد وأصدقائهم اللي ياسين حولينهم على المائدة ليه متوصوا هناك؟ تكون تقريبا شبعتوا تحسوا أنه فعلا معددكم وصلت تقريبا النص وغير شي أنتوا فكروا الوقت من التمر لين الشربة لين الصلطة هذا تقريبا يكون مرة ممكن عشر دقائق أو اثناشر دقيقة والرسالة عشان توصل من المعدة إلى الدماغ بالشبع هاي هاي رسالة الشبع هذي تأخذ عشرين دقيقة فتخيل أنت يكون عندك أقل من عشر دقائق أنه أنت أصلا تأكل الباجي فهاي أسهل طريقة شوفوا حينما قلنا بهذه الطريقة أنتم ما تنحرمون من ولا شي ما أحد قال لكم لا تأكل هذا أو لا تأكل هذا كل شي حطه على صفر قدامك ابتدي بهذا التسلسل بتلاحظون أوتوماتيكيا ممكن أول يوم تشربون شربة أنتم مستعيلين ثاني يوم مستعيلين بعد فترة تتعودون أنكم تشربون الشربة بالهداوة تخلصون طبق الصلطة بالهداوة تمضغونها جيدا عشان تستفيدون منها وبعدين تدخلون على أطباق رئيسية بتشوفون مع الأيام معددكم تصغر كمية الأرقام كمية الأرقام الأصناف الأكل اللي تأكلونها أقل كمية الأكل نفسها بتقل وائد عندكم وهذا ما أحد قال لكم احرموا نفسكم من أي نوع أنا حي ما قاعد أقول لكم امتنوا عن أي نوع من أطباق الجميلة اللي محوطة على الصفرة جربوا هذه الطريقة جدا جدا تساعدكم فإن أنتوا تقللون كمية الأكل وتريحون المعدة ترى فترة الصيام يا جماعة مبسيطة يعني إحنا يأذن الفجر الساعة أربع وشي تقريبا فتخيلوا أنتوا للناس اللي تصلي يعني تتسحر وتصلي تخيلوا فترة تكون صايمين فيها سبعة عشر أو ستعشر ساعة تكونون صايمين إحنا المغرب يأذن سبع المغرب فتخيلوا المدة الطويلة اللي أنتوا صايمينها هذه المعدة في هل وقت كلها يبسط مثل ما يقولون ما فيها أكل ما فيها أكل أبدا وأنتوا تفاجئونها بكمية الطعام فبهالتسلسل التمر والروب الشربة تدفيها شوية السلطة تهيئ المعدة شوي شوي اللي ما هو مقبل جربوا هالطريقة مواسطة راح تعجبكم وحسونا راح تنشع عن صفرة الفطور وأنتوا مرتاحين إحنا راح نطلع فاصل بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع مهم بنتكلم عن مبادرة جميلة وهي هي مو مبادرة هي عبارة عن شيء جديد شيء جميل اللي هو تحقيق طبيب لكل مواطن راح نتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل فابقوا ولا تذهبوا بعيدا ورجعنا لكم عشان نقبل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم أرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وثيقة الخمسين اللي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجل الوزراء حاكم دبي رعاه الله تيمنا بمرور خمسين عاما على تولي سموه أول مسؤولية في خدمة شعبه وإن شاء الله ندعي له بالصحة وطولة العمر وخمسين سنة إن شاء الله يشوف فيها الإنجازات التي تحقق في أرض هذه البلاد هذه الوثيقة هي عبارة عن شو عبارة عن استشراف المستقبل اللي يريد سموه لشعبه وجميع أفراد المجتمع وهي منهجية عمل واستراتيجية طموحة محددة الملامح والمسارات والتي تصل دبي إلى حيث مبتغاها وإلى المزيد من التقدم والريادة في جميع المجالات البند الخامس من وثيقة الخمسين هو عبارة عن طبيب لكل مواطن هو عبارة عن هدف استراتيجي لهئة الصحة بدبي التي استنفرت جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يرتكز على توفير السشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من قبل مئات الآلاف من الأطباء والإخصائيين والمسشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم من خلال شركة خصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية طبعاً هدفنا هو تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء تعميق الوعي واستخدام أفضل العقول الطبية عالمياً في خدمة مواطنين بنتكلم عن هذا البند الخامس بموثيقة الخمسين ألا وهو الطبيب لكل مواطن يصرنا يكون معانا إن شاء الله الدكتورة حلان عبيد مدير إدارة مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في قطاع التنظيم الصحي صباحاً شوار دكتورة حنان؟ صباحاً نور دكتورة أهلاً فيج ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة وعلى كل من عندت إن شاء الله في التنظيم الصحي رمضان كريم عليك وعلى المستمعين كل حد إن شاء الله إن شاء الله دكتورة حنان نتكلم أول شي شو هو البند الخامس طبيب لكل مواطن ونبتأ شوية عن هذا الهدف طبعا مثل ما ذكرتي هذا الهدف الاستراتيجي لهيئة الصحة في دبي هو من البند الخامس من وثيقة الخمسين مبادرة طبيب لكل مواطن والهدف هو تغيير المنظومة الصحية مثل ما نعرف خاليا إذا المريض حبي يزور الطبيب يروح لأقرب مركز صحي أو يكون عنده موعد لطبيب أخصائي بس هذه المنظومة رح تغير كثير هذا الورق الحالي والنقلة نوعية وهذا يدعم طبعا برامج الاستراتيجية لهيئة الصحة في دبي 2021 ويدعم كذلك برامج الابتكار طبعا الهدف منه تمكين المواطنين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتكاملة في أعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وتقديم هذه الاستشارات الطبية عن طريق خدمات الرعاية الصحية عن بعد وهي التليهيلس وهذه الخدمات رح تكون باستخدام أفضل العقود الطبية سواء محليا أو آلميا وتنمية الوعي للمجتمع بالوقاية من الأمراض وتدخل مبكر للأمراض وذلك باستخدامات التطبيقات الذكية لهيئة الصحة في دبي طبعا تكون فريق متكامل لتطبيق هذه المبادرة بأعضاء من هيئة الصحة وعضاء من الشركاء الخارجين من ضمنهم مكتب دبي الذكي سلطة مدير دبي الطبية مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف واللجنة العليا للتشريعات طبعا مهام هذه اللجنة كثيرة من ضمنها دراسة الوضع الحالي للإمارة دراسة تقييم أفضل النماذج العالمية لتطبيق الخدمات الصحية عن بعد والحصول على أفضل السبل لتقديم هذه الخدمات سواء من التقنيات الحديثة أو من التقنيات الطبية وتطوير هذه النموذج لتقديمه للمجتمع طبعا من ضمن مهام هذه اللجنة أيضا تطوير الإطار التشريعي مثل ما نعرف رح يكون العلاج عن بعد أو الاستشارة عن بعد فنحتاج أطر تشريعية وكذلك نحتاج أطر لتنظيم هذه التقنيات وهذه الاستشارات فكان واحد من المبادرات تحت هذه المبادرة هي تحديث اللائحة التنظيمية لخدمات رعاية الصحية عن بعد وإضافة بعض البنود المهمة لها مثل على سبيل المثال وصف الأدوية كانت على أحدنا القديم الموجودة في 2017 لا تسمح في وصف الأدوية عن طريق الاستشارة عن بعد لكن الحين مع التشريعات الجديدة المحدثة رح يكون هناك وصف للأدوية هذا بالإضافة إلى تطوير المعايير الصحية نعمل أطر لضمان سلامة المرضى نعم طبعا هذا حسب أفضل الممارسات الصحية والعالمية ممتاز دكتور حنان أنا قلتي كم تشكيل لجنة لتطبيق هذا البند الخامس طبيب لكل مواطن شو رح يكون دور اللجنة؟ وين وصلت في عملها لتطبيق هذا البند؟ طبعا عملنا ورش مختلفة سواء مع الشركاء الخارجين والداخلين وكذلك ورش مع مقدمي الخدمة مثل ما نعرف أن هناك في مقدمي الخدمة من القطاع الخاص عملناها ورش اجتمعنا كذلك مع المرضى الذين قدمت لهم الخدمة شفنا جميع النواحي درسنا جميع الممارسات العالمية حتى نضمن سلامة تقديم هذه الخدمات هذا بالإضافة إلى أن نحن عملنا عقود مع شركات استشارية هذه العقود سوف تتيح لهيئة الصحة تطوير أنظمتها التقنية والإلكترونية هذا بالإضافة إلى تدريب طباء الأسرة على تقديم مثل هذه الخدمة مثل ما نعرف أحنا كأطباء أسرة كممارسة طبية نحن نعالج المريض نفحص المريض يكون وجهاً لوجه هذه الممارسة ستكون مختلفة لذا نحتاج إلى تدريب خاص لهذه الأطباء حتى يقدموا هذه الخدمة على أمثل وجه سيكون في تدريب خاص لأطباء الأسرة لتقديم مثل هذه الخدمات ممتاز دكتور حنان شو المبادرات أو المشاريع اللي بتطلع عشان تساعد في تحقيق هذا البند الخامس اللي هو الطبيب لكل مواطن طبعا حاليا إحنا إطلاق هذه المبادرة رح تكون في شهر سبتمبر نحن يعني ما شاء الله على قدب وثاق يعطيكم العافية في جميع المبادرات الخاصة في هذا البند نعم طبعا حاليا إحنا انتهينا من اللائحة التنفيذية الآن في طور الاعتماد وانتهينا كذلك من اعداد المعايير المعايير الخاصة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد والآن في طور الاعتماد هذا الأطر التشريعية كذلك انتهينا من اعداد الشريفات الخاصة في تدريب الأطباء وتوفير التقنيات المحتاجين للتطوير أنظمتنا كهيئة الصحة لبي هذا بالإضافة اللي حين بيكون عنا تواصل مع خدمات رعاية خدمات يعني في حالات رح توصل إلينا تكون حالات طارئة نعم فطبعا هاي الحالات الطارئة رح يكون بيننا تواصل مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي نحن نحول لهم الحالات والحالات الغير طارئة لهم رح تتحول إلينا رح تكون بهذه الطريقة طبعا هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ودعم اللجنة العليا للتشريعات ومدينة بلية الطبية لهذه التشريعات ولهذه المبادرات هاي جميع الأشياء اللي احنا باعدين نسويها حاليا ممتاز دكتورة حنان أتوقع أن تقديم خدمات عن بعد للمتعاملين أو للمرضى هو عبارة عن قفزة في عالم الطب أنه مو لازم تكون طبيب مع المريض في نفس الغرفة شو تتشوفين أبرز التحديات أو الصعوبات اللي ممكن تواجهكم لما تيود طبقهم مثل هذا المشروع طبعا حاليا هناك أنظمة متكاملة في هيئة الصحة في دبي على سبيل المثال مثل الملف الإلكتروني الشامل طبعا هذا رح يسحل علينا الربط بين الطبيب لكل مواطن بين اللي هو الكول سنتر أو مركز الإتصال مع الملف الإلكتروني الشامل للمريض هذا بالإضافة أننا لدينا منظومة أخرى هي منظومة الضمان الصحي اللي هي سعادة اللي تتغطي المواطنين هذا بعد رح يسهل عملية أننا جميع المواطنين رح تكون الخدمة مجانيا لهم هذا بالإضافة إلى أن هناك تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي مثل برامج الرعاية الصحية الأولية برامج زيارات المنزلية طبعا هذا رح تكون خدمات متكاملة التحدي الوحيد اللي نحن نواجهه هي تحدي الوقت يعني مثل ما تعرفين لما نطور الأنظمة الإلكترونية وندرب الأطباء ويكون الأمور يعني متماشية شوي يحتاج لنا شوية وقت بس مجرد عامل وقت عامل لنا شوية ضغط بس إن شاء الله يعني نحن نتعدى هذا التحدي وإن شاء الله الزملاء في اللجنة أو الزملاء في القطاعات المختلفة من قطاع رعاية الصحية من مؤسسة دبي صحية من القطاعات الاستراتيجية كلهم ما شاء الله متعاونين في تحقيق هذا الهدف ممتاز ما تحسين دكتور حنان ممكن يكون في تحدي من ناحية المتعاملين نفسهم إن المتعامل يتعود إنه ييه ويشوف الدكتور ويقعد معاه ويفحص بالسماعة فهو نقلة هذه إلى التطبيب عن بعد كيف ممكن كيف فراج ممكن نتخطى هذا التحدي نفسه أو الصعوبات طبعا هذي يعني هاي واحدة من التحديات ولكن نحن خلال الفترة الجاية إن شاء الله وعبر منبركم نوعي المجتمع إنه هناك خدمة مثل هاي الخدمات رح تكون متوفرة للمواطنين طبعا رح تكون هناك حملات إعلامية سواء عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق التلفاز عن طريق منبركم لتوعية المجتمع عن توفر هذه الخدمة لهم طبعا هاي الخدمة رح توفر لهم الوقت رح توفر لهم خدمة يعني ذات جودة عالية بعض طبعا المواطنين احتمال يشوفون أنه لازم مثلا الطبيب يمسكه أو يقعد معاه نحن شفنا كل الدراسات الدراسات العالمية يعني خاصة الأمراض اللي هي الأمراض المزمنة يعني شفنا أن كفاءة العلاج سواء عن طريق تطبب عن برد أو عن طريق الفيس توفيس اللي هو الوجه لنوجه هي متساوية فهناك فائدة من أن الطبيب يكون متواجد في كل الأوقات وعلى يعني الوصول إليه بسهولة غير أنه واحد ينتظر إلى موعد احتمال يتأخر في العيادة احتمال يعني احتمال يكون في صعوبة بالطلع من العمل بيكون لها أسهل أسهل وأسرع ويوصل إلى الشيء اللي هو يبقى طبعا في حالات لا تعالج عن طريق التطبب عن طريق الخدمات الرعاية الصحية عن برد صحيح طبعا مثل حالات الطارقة نحن ما نعالجها نحولها للإسعاف أو للمستشفى مثلا الحالات المعقدة أو الحالات اللي تحتاج فحص كليميكي هالحالات اللي احنا ننصح للمريض أنه يتوجه لأقرب مركز صحيح لديه ممتاز شكرا لك دكتورة حنان عبيد هذه المداخلة عن البند الخامس من الاستراتيجية اللي هو طبيب لكل مواطن وإن شاء الله نأمل أن يدخل حيز التنفيذ قريبا إن شاء الله ونشوف الناس ستحصل على الخدمات الطبية عن طريق تطبيقات ذكية شكرا لك دكتورة حنان ونهارج سعيد شكرا لك شكرا لك طبعا هذه مبادرة طبيب لكل مواطن يوم بتطبق إن شاء الله أو حتى قبل ما تطبق لما نسوي عليها التجارب العامل الأساسي فيه هو أنتم كمتعاملين كمتلقيين للخدمة نحن نتوقع طبعا من كديد تطبيق رح يكون فيه معارضة والناس رح تحتاج وليش لازم أنا تشوف الدكتور لازم دكتور يفحصني طبعا أي شي جديد ما في حد يتقبل الشي الجديد دائما الناس تحب الشي اللي تعودوا علي دائما وزيارة العيادة نفسها والقاعدة مع الدكتور والممرضة وهذه رحلة المتعامل في العيادات الناس تعودت عليها وصار جزء من حياتهم يعني يحسون مثل ما يروحون مثل يروحون الجمعية وروح للعيادة صارت جزء من حياتهم يعني تعودوا على الانتظار قبل ما يشوفون المرضى الانتظار قبل ما يشوفون الدكتور تعودوا على وجودهم في المراكز الصحية لكن أكد لكم أن خدمات التطبيب عن بعد تراها رائعة ولخدمتكم أنتو يعني تخيل أنتو تكون قاعد في البيت كثير من الأحيان يدخل لنا المريض طبعا مثل ما قال دكتور حنان أي مولكي للحالات الناس المريضة والتعبانة لا لازم تي العيادة لكن كثير من الحالات يدش علينا متعامل بس يبقى استشارة يعني حتى ما في فحص استشارة مثلا يسأنا مثلا دكتور بسافر الحج متأخذ التطعيم دكتور أنا مثلا أنا ولدي دائم يشكبطني عورة شو أطلب لها تحاليل تطلب مثلا واحدة دكتور بس أطلب تحاليل أنا بس أطلب تحاليل أشيك عن نفسي عندي مثلا جفاب بسيط في الجلد اكتبوا لي كريمات هاي مثل هالحالات أو مثلا نتاج التحاليل حتى نتاج التحاليل طالعة تحليل دم عادي بسيط تحليل هموغلوبين يون العيادة ويت ريون عشان بس نقولهم نقولهم التحليل طبعا نتاج التحليل تحليل موجودة عبر تطبيقات ماي تشارت ماي تشارت هو التطبيق الذكي التابع لهيئة الصحة بتبي اللي ترومون وتشوفون فيه نتاج التحاليل مواعيدكم الياية وانا شجعكم كلكم انكم تسجلون فيه قبل كان التسجيل فيه شوية أصعب وأطول لازم تروحون للعيادة ويعطونكم ورقة فيه الخطوات ويعطونكم اتوقع مثل باسورد أو شي الحين الوضع وايد أسهل تدخلون على طول على موقع الهيئة dha.gov.ae وتلاقون رابط ميتشارت استجلون فيه يصلكم رمز التفعيل أو التأكيد على رقم الهاتف المسجل في النظام وتفعلون وتستفيدون من الخدمة لاقون كل معلوماتكم موجودة في ميتشارت انا شجعكم كلكم انكم تستخدمونا فلكن مع وجود بعض التحاليل نتاج التحاليل في ميتشارت وغيرها في كثير من الأحيان واحد يباحد يشرح له يعني متعامل يباعد يشرح له مثلا شو يعني هذا رقم نازل شو معنى هذا رقم طالع شو مفوض اسوي تاليا فلهالنوع لهالنوع من الطلبات او لهالنوع من الاستشارات يوجد التطبيب عن بعد ما في داعتي العيادة طبعا اثبت علميا وفي واي دراسات ان كل دخل للمتعاملين للعيادة وحتى احنا كل مرة ندخل العيادة فنحنا نكون معرضين لمجموعة من الجراثيم والبكتيريا اللي تكون موجودة اصلا ويكون يحملها متعاملين اخرين لاحظوا تكونوا قاعدين في الانتظار هذا يكح وهذا يعتص هذا كله ينقل وينشت جراثيم في الهواء انتوا تستقبلونها وممكن الدش العيادة اليوم عشان استشارة طبيعي عادية نفسها بعد اسبوع ترجع بزيشام او تكرمون اسهال او وياع في البطن او ايا كان لنكم خذتوا من العيادة من المتعاملين الاخرين فان شاء نأمل ان هذا المشروع يدخل حيز التطبيق وانتشوف اش كثر رح يسهل عليكم حياتكم والحي من شاء الله خصوصا دبي انا دائما لما حط على حساباتي في وسائل التواصل التطبيقات المختلفة اللي استخدمها الناس استغر بتقول نادة انتوا في دبي كيش يوصلكم البيت الحمد لله على نعمة الامن والامان والحمد لله على الخير اللي احنا قاعدين فيه كل شي يوصلك للبيت ما اعتقد فيه خدمة ما توصل البيت كل شي من لوندري الثياب من تغسير سيارات كل الخدمات من تطبيقاتنا فليش ما نرتقي بالخدمات الصحية ونجعلها ايضا الالكترونية نعم نستطيع ننسوي هالشي وان شاء الله بالحياء لها ذاك العمر لما تطبق هذا رح اذكركم لما قلت لكم ليش ما نسوي خدماتنا الصحية عن طريق تطبيقات عن بعد رح تسهل حياتنا كثيرا وان شاء الله رح تأيدوني في ذاك الوقت ان شاء الله احنا وصلنا لختام برنامجنا او برنامجكم اصلا برنامج صحة وسعادة اتمنى لكم خميس ونيس نهاية اسبوع جميلة اهم شي اليوم بعد ما نبصم خروجنا من الدوام نترك كل هموم الدوام في الدوام ونستمتع باجازة نهاية اسبوع جميلة وسعيدة واجابية عشان نبتديهم من الاحد اللي يحبه كل احد بطاقة ايجابية طاقة كبيرة ونقدر ننجز في عملنا هذه نصيحة الوحيدة اللي الذهبية اللي اعطيها لكل حد وصدقوا المحط طبقها الا حسب الفرق لا تفكروا بالدوام خلال الاجازة فكروا فقط كيف تستمتعون وجددون طاقتكم عشان نرد بطاقة افضل شكرا لك عيسى سبيل في الاخراج شكرا لك ميرا رغف اللي كانت معاي في التنسيق وكانت هذه محادثتكم دكتورة ناد الملة ان شاء الله كنت خفيفة عليكم عن هو على مدى تقريبا ساعة كنت خفيفة عليكم واستفدتم من محتوى هذه الحلقة وإلى أن نلقاكم ان شاء الله الى حبك الى حد اقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي